اليوم نحن مع الإسراء في تشريح هذا القانون لأنه أول شيء هناك حراك من الشعب العراقي أو حراك بالتظاهرات ووحدة من مطالب المطالبين المتظاهرين هو القانون انتخابات منصف وعادل يتيح للجميع أنه يشارك وأيضا للحد من سطوة الكتل السياسية وأيضا هناك ضغط آخر من القبل المرجعية التي شددت في خطبة الجمعة الماضية أنه الإسراء في تشريح هذا القانون بالتالي اليوم على مجلس النواب بالنظر لهذا الاعتبارين أنه يذهب أو يسرع في تشريح قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة بعيدا عن المحاصص السياسية